عقد مجلس النواب برئاسة المستشارة دكتور حنفي جبالي جلسة جديدة لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال خلال الجلسة استعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير خطة الدولة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناع عشرين أربعة وعشرين عشرين ثلاثين بعد العرض على الرئيس السيسي على أن يتم تنفيذها على مراحل ثلاثة خلال ست سنوات جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وخلال الجلسة وفق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كما وفق المجلس على منحة مشروع الممار الملاحية بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ومنحة مساعدة فنية للخط الأول للمترو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين مصر والولايات المتحدة الممار هيبقى هامت عملية تنفيذ التجارة ما بين مصر ودول أفريقيا دول خط النيل خاصة أن البديل سواء سكك حديدية أو طرق برية هتتكلف كتير جدا وهذا سيعزز دور مصر في الأمن القوم الأفريقي في المنطقة وهي عملية من ضمن تعجيز عمليات الأمن القوم المسيح أفضل شيء سمعته لما تكلمت الحكومة في الجلسة بالأرقاب لما قالوا أن هذه الاتفاقية موجودة قدامنا وسألناهم سؤال صريح هتدينا آثار إيه كجدوى بالأرقاب قالوا أن ده ممكن يضيف 10% على الأقل لصادرات في مصر شيء محمود جدا أن أنا ألاقيهم مرة بيتكلموا معنا بالأرقاب وحاسبين دراس الجلسة وخلال الجلسة استعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير خطة الدولة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال ست سنوات تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين سواء مصريين أو عرب أو أجانب زيارة القارة الصناعية بغرض زيارة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على الموارد والخمات الأولية الموجودة بالفعل بسوء المحلي أو التي تتوفر تكنولوجيا انتاجها مثل الحديد والألمونيوم وبناء على المقاومات الطبيعية لمصر الزراعية والصناعية والتعدينية وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير وأحال المجلس بيان وزير الصناعة والنقل للجنة الصناعة ومكتب لجنة المشروعات الصغيرة لدراسته وأعداد تقرير بشأنه ورفع مجلس النواب جلسته العامة على أن تنعاقل الجلسات القادمة اعتبارا من 20 أكتوبر الجاري ترجمة نانسي قنقر